باتريس أفرا يسعى للتحدث بالعربية الرياضة والأعلام كان عنوان واحدة من الجلسات اللي شهدها المنتدى العربي للأعلام في دبي ومين أفضل من باتريس أفرا لا يحكي عن تجربته فغير أنه هو لعب كرة قدم في نادي مانشستر يونيتد سابقا هو بيملق قاعدة جماهيرية كبيرة وأكثر من 13 مليون متابع على إنستغرام وهو كمان أونتربرنور وهل مواضيع كلها ناقشها مع خلفان جمعة بهلول في الجلسة اللي شارك فيها باليوم الأول وسعاته كانت كبيرة بها اليوم فنشرها الصورة على إنستغرام شكر من خلالها المنتدى على دعوته والملفت أن اختار بها اليوم يرتدي الكندورا كيف حالك اليوم؟ كنت لدينا مجرد سابقاً اليوم يأتي إلى دبيا مع الكندورا هذا جميل وخلال الجلسة عبر باتريس عن نيته الكبيرة لتعلم اللغة العربية قمت بتعلم أرابيك؟ لا شكرًا وكما أعرف عن بعض الى الكتب لكن لكنني أتعلم 6 مباشرة ويأتد من المستقبل دبيا ويأتد من الوقت أن يكون الأمر في العربية أنا لأني أمارك جديد أعدنا أتعلم طرح بشكل في حياتي لذلك أتعلم جدًا أتعلم المنزل وأتعلم كل من هنا بشكل مهات ترجمة نانسي قنقر